السلام عليكم ورحمة الله قالوا الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم نعم الناس أبناء ثقافتهم أبناء المفاهيم والعادات والتقاليد والأفكار والنظم السائدة في زمانهم أبناء ما تعلموه وما تعودوه وبالتالي فإن الارتقاء بالإنسان يعني الارتقاء بالثقافة يعني الارتقاء بالأخلاق يعني الارتقاء بالعادات والتقاليد والارتقاء بالنظم وهذا جهاد طويل عريض هو من مسؤوليات الأسرة أولا ثم من مسؤوليات المدرسة ثانيا ثم من مسؤوليات الإعلام ثالثا إذا أردنا أن نرتقي بالناس فلنرتقي بالثقافة السائدة وبالعادات والتقاليد والأخلاق السائدة في حياتنا اليومية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته